السلام عليكم ورحمة الله اليوم بدنا نحكي عن table of sign بدنا نشوف وين بمستخدم table of sign وكيف مستخدمه اكيد table of sign نحن بمستخدمه بس يقول لي السؤال واللي هو study study the sign يعني ندرس اشارة expression معينة for example نحن ناخد expression نحن بهذا الشكل نبدأ بexpression بسيطة لأن نعتبر لدينا p of x is equal to x plus 3 دايما بس يقول لي study the sign لأي expression في عندي ثلاث خطوات بدي اقوم فيها اول خطوة اللي هي solve الاكسبراشن اللي معنا مثلا الاكسبراشن اللي معنا هون اسمها p of x فإذا solve p of x equal to zero هيت دايما اول خطوة بياخد الاكسبراشن العطيني اياها مثل ما هي بحطها equal to zero ثاني شكل اللي هي set up the table of sign يعني بحطة table of sign وثالث rule لازم ناتبعها هي follow the rule في rule بدنا ناتبعها اللي هي opposite same كيف يعني؟ خلينا نشوف هاي داي الاكسبراشن السؤال study the sign فإذا ما ديبلش اول خطوة اللي هي solve هاي داي الاكسبراشن equal zero فإذا x plus 3 equal zero يعني x equal minus 3 بس أوصل للvalue للاكسب وقف طلعت مع x equal minus 3 وقفت يعني أنا عملت عملية solve فإذا انجزت أول خطوة الثاني خطوة هي set up the table of sign شو هو ال table of sign بما أن ال variable اللي عم بحكي عنه هو x لأنه p of x فالtable of sign هيكون بهذا الشكل حط x خط بالطول أكيد الأفضل يكون جالس يعني باستخدام الرولر وخط بالعارض بهذا الشكل فإذا اكس خط بالطول وخط بالعارض ببلش الأران من ال minus infinity وصولا لل plus infinity الشي اللي عندي إياهون الشي اللي عم تدرس له إشارته هي p of x اللي هي مين؟ اللي هي x plus 3 طيب نحنا في عنا رقم مميز فهو ال x equal minus 3 هذا ال minus 3 بدي أحطه هون بهذا الشكل يعني p of x سفرت على ال minus 3 فبحطت هذا الخط بهذا الشكل p of x سفرت هون فإذا هذه إشارة الزيرو يعني p of x هي equal zero when x is equal to minus 3 هذا table of sign فإذا عملت ثاني خطوة ثالث خطوة هي follow the rule opposite same شو هي opposite same خلينا نطلع على p of x p of x فيها اثنين منومير فيها ال x وفيها ال 3 بيخد المانومير اللي عنده دجري أكتر ال x الدجري لعلى 1 لأنه هي x to power 1 فإذا هي دجري لعلى 1 وال 3 الدجري لعلى 0 لأنه هي number والدجري لعلى number هي 0 فإذا الدجري لل x أكتر فأنا شغلي هلأ مركز على ال x بتطلع على sign of x يعني الإشارة اللي قبله ولكن قبل ال x ما فيه إشارة يعني قبله فيه plus فهلأ بتتبع opposite same شو يعني؟ يعني قبل هيدا ال root بتتبع opposite sign of x يعني minus ما هي plus ال opposite لل plus هي minus بعدها same sign of x اللي هي plus هكي بكون خلصت table of sign شو معنات هيدا الحاكي؟ minus يعني negative plus يعني positive وهون 0 بيني يعني 0 هاي دي 0 يعني إذا بدي ترجم هيدا الحاكي لشي بدي أكتبه؟ بدي أقول إنه f of x كانت negative less than or equal to 0 4 وان كانت negative؟ بهيد المساحة يعني ال x كانت من minus infinity لـ minus 3 فإذا 4 x belong minus infinity 2 minus 3 أكيد على minus infinity دايما مفتوح الـ ولكن هون بما إني عمقول less than or equal فإذا على المينس 3 لحيكون minus 3 داخل يعني مثلا إذا عمقول f of x less than 0 strictly ساعتها 4 x belong من المينس infinity وصولا لعندي المينس 3 والمينس 3 كمان مش داخل لأنه عمول أصغر strictly إذا بنقول f of x positive or equal to 0 طيب هين positive or equal to 0 بهيد المساحة فإذا 4 x belong من المينس 3 وصولا لل plus infinity على infinity دايما open المينس 3 داخلي لأني عمقول greater than or equal فإذا داخلي ولكن إذا قلت بهذا الشكل f of x greater than 0 strictly فإذا بدي أقول 4 x belong minus 3 2 plus infinity ومنس 3 ملاح تكون داخلي بهذا الشكل وأكيد f of x equal 0 يعني f of x وين سفري لما كانت x equal minus 3 فإذا 4 x equal 2 minus 3 بهذا الشكل هكي بكون درست الصين أكيد أنا مش مجبور أكتب هذه وهاي لا بكتب وحدة منهم خلاني أخد example تانية عن expression تانية for example معنى خلاني نسميها q of x بتساوي for example x minus 2 x plus 3 وأكيد نفس السؤال اللي هو study the sign of the following expression فنحن فنحن متل ما قلنا عنا ثلاث خطوات بنرجع بتذكرهم لهن solve هذه expression equal 0 بعدين set the table of sign بعدين follow the rule opposite same طيب شو بعمل؟ أول شي x x minus 2 into x plus 3 is equal to 0 عم حل هذه expression equal to 0 كيف من حل هذه x minus 2 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0 يعني x equal to or x equal minus 3 خلصنا من أول خطوة ثاني خطوة اللي هي set up the table of sign شو هو table of sign أي فإذاً عندي x خط vertical خط بالطور وخط horizontal بالعرض بهذا الشكل العملية منا محقدي أبدا minus infinity plus infinity ولكن هون في عندي فرق بسيط أن q of x فيها اثنين terms هذا أول term وهذا تاني term فكل term بحطه لحالة يعني عندي x minus 2 بهذا الشكل وعندي x plus 3 كل term بحطه لحالة وبعطيه رو مخصص لقل وآخر الشيء بدي حط رو هو لمن لضرب لهود two terms اللي هي q of x اللي هي مين اللي هي x minus 2 مضروبة بx plus 3 بهذا الشكل أكيد خلينا نكبر هذا الشكل طيب الروتس اللي عندي يون هنا x equal to and x equal minus 3 بدي حطهم ولكن in increasing order يعني minus 3 بالأول وبعدين plus 2 مين اللي سفر على minus 3 اللي سفر على minus 3 هي هذه 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 فإذا عند minus 3 بنزل خط للآخر عسوات x plus 3 0 كمان اللي سفر على 2 هي x minus 2 فإذا بنزل خط وبحط 0 بهذا الشكل هذا عملت table of sine الآن الشيء اللي بدنا نعمل هو follow the rule opposite same بكل expression يعني x minus 2 x إشارته plus شي يعني opposite يعني كل شيء قبل الروت لهذه expression اللي هو 2 كل شيء قبل 2 بدي يكون opposite يعني minus minus لأنه كلهم قبل 2 وكل شيء بعض 2 بدي يكون same يعني plus نفس الشيء بنسبة للexpression الثانية كأنها هي plus x plus 3 إشارة x هي plus يعني بدي opposite يعني كل شيء قبل الروت هو opposite يعني minus وكل شيء بعضه هو same يعني plus plus نصل اللي هي شو اللي هي x minus 2 مضروبة بx plus 3 عندي عملية multiplication بكل بساطة بضروب الإشارات يعني minus times minus هي plus minus times plus هي minus plus times plus هي plus وأكيد ما مننسى إنه هيدا الزيرو بنزله لهم وهيدا الزيرو كمان بنزله لهم بهذا الشكل طيب الشيء اللي نبين معي هلأ إنه شو إنه q هنخدها positive strictly هي وين positive strictly لما كانتها هاي دي بلاس وهاي بلاس يعني for x belong من المينس للمينس ثري طبعا بما أني عم باخد positive strictly يعني أكيد المينس ثري منا داخلي فإزان حتكون من المينس انفينيتي للمينس ثري ولكن هي بمحل تاني positive اللي هي هون فإزان هيدا المحل هو من وين لوين من 2 للبلس انفينيتي فإزان يون يون لأن المفصلين from 2 till plus infinity وأكيد ما لاح تكون داخلي لأنني عم باخد أكبر strictly كمان q هي negative strictly 4 x وين هي negative بهذا المجال هي negative يعني بين المينس ثري والتو فإزان for x belong minus three and two والتنين مش داخلين والq of x بيّنت معي إنه equal zero وين for وين equal zero على المينس ثري وعلى التو فإزان for x equal minus three and x equal two بهذا الشكل هيك بكون عملت دراسة كاملة بهيدي الإكسبراشن اللي هي q خلا ناخد example ثالث for example عندي إكسبراشن بهذا الشكل هنسميها f هي x squared minus four أكيد بدي أدرس له الساين لهاي بدي أدرس الساين يعني عندي ثلاث خطوة مثل ما هنا أول خطوة اللي هي solve هذه الإكسبراشن equal to zero يعني x squared minus four is equal to zero فين أحلها بطريقتين أول طريقة أنه minus four بيبعثها على ثاني ميلة والطريقة الثانية اللي هي اللي بتزبط على طول أني أعمل factorize هايدي متل ما نعرف هي ثالث remarkable identity يعني حتصير x minus two into x plus two equal zero فإزان كيف حلها هايدي؟ x minus two equal zero or x plus two equal zero يعني x equal two or x equal minus two بهذا الشكل هايك بكون عملت أول خطوة اللي هي solve the expression equal zero التاني خطوة اللي هي set up the table of sign table of sign يعني x خط بالطول يعني خط vertical وخط بالعارض العملية مش بحاجة لأي تعايد from minus infinity from minus infinity وصول forgiveness الفن or عندي هون two terms ه site وفي عندي اكيد الترم الاخير اللي هو ضربه و اللي هو الاف اف اكس اللي هي بتساوي اكس مينس تو تايمز اكس بلس تو او فينا نكتبها كمان اكس سكوير مينس فور ما في اي مشكل الروتس اللي عندي هنا التو اند مينس تو ولكن بدي حطهن in increasing order يعني اول شيء المينس تو بعدين البلاس تو اللي سفر على المينس تو هي هاي دي الاكس براشن فاذا بنزل الخط للاخر الاكس بلس تو سفرت فاذا هاي دي زير سيميلر اللي اللي سفر على البلاس تو هي اكس ماينس تو هاكي بكون عملت تاني خطو هلأ التالت خطو اللي هي follow the rule opposite same طيب اكس ماينس تو الاكس اشارته بلس هون كل شيء قبل الروت هادا حيكون اوبوزت يعني ماينس ماينس وهوني سيم يعني بلس هاي دي ماينس تو هاي دي اشارة الاكس بلس يعني ماينس بلس بلس لانه كل شيء بعد الروت هو سيم وهلأ هاو دي مضربين ببعض فاذا ما علي الا انه اضرب الاشارات ماينس تايمز ماينس هي بلس ماينس تايمز بلس هي ماينس و بلس تايمز بلس هي بلس بين الشاكل وبنزل الزيويات محل مسافة كمان بدي عيد نفس الحاكي انه هي كانت positive for x belong from minus infinity to minus 2 union من البلاس 2 للبلس انفينيتي وهي negative for x belong from minus 2 into plus 2 وهي equal zero لما ال x كانت minus 2 وال x equal plus 2 يعني لح تكون بهذا الشكل هلأ ناخد ايضا ايضا اكزامبل رابع اذا كان معنا اكزبريشن نسميها g of x بهذا الشكل هي minus x plus 3 by 2x plus 4 ولكن السؤال هيكون عم بقولنا solve or find the set of solutions of g of x positive منو عم بقولي study the sign عم بقولي بس g of x positive يعني اني بدي هيدا الشكل اللي هو minus x plus 3 into 2x plus 4 greater than zero هيدا الشي اللي بدي اشتركه ما انو عم بقولي study the sign انما عم بقولي solve هيدا positive بس بالفعل هون هو عم بيهوني علي مش عمزاعة عميه الشي اللي بعمله بشتغل نفس الخطوات متل ما هي هي زيتا انما ما بقوله هي وين positive وين negative وين zero بس بقوله وين هي positive فقط يعني لتلابت خطوات اول خطوة solve هال expression equal zero يعني minus x plus 3 into 2x plus 4 equal zero يعني minus x plus 3 equal zero or 2x plus 4 equal zero فاذا minus x equal minus 3 2x equal minus 4 اكيد هي بتكون اول خطوة تاني خطوة اللي هي set up the table of sign فاذا table of sign x vertical line and horizontal line اكيد بيكون شوية جيليس اكيد بيكون شوية جيليس بيكون فيه شوية ترتيب الافضل متل ما انو يكون بالنصدر using ruler الارقام هنه from minus infinity till plus infinity والاكسبريشنز اللي عندي هنه minus x plus 3 and 2x plus 4 واخر اكسبريشن اللي هي الجي اوف اكس اللي هي ضربه الروتس اللي طلعوا عنا هنه 3 and minus 2 فاذا ما اندي حط الماينس 2 بالاول بعدين للثم اللي سفر على الماينس 2 هي هاي الاكسبريشن واللي سفر على البلوس 3 هي اول اكسبريشن هلأ بدي اتبع rule اللي هي opposite same ولكن هون اذا مننتبه الـ x اشارتها minus فاذا الـ opposite اللي إله هتكون plus كل شي قبل الـ root 3 هيكون plus فاذا plus plus minus 2x plus 4 الـ x في قبله 2 واللي هي plus 2 يعني فاذا الاشارتها هي plus فاذا opposite same يعني minus plus plus وهلأ اللي علي اني اضرب الاشارات plus يعني minus plus minus وبنزل الـ roots طيب السؤال ما كان عم بقول لي study the sign عم بقول لي بدي اياها positive متل ما مننتبهها فاذا بيكفي اني قوله g of x positive 4 x belong وين هي positive بحيه هون فاذا بين الـ minus 2 والـ 3 4x belong minus 2 till 3 اكيد عم بقول لي اكبر من zero strictly فاذا اتنينتهم مش داخلي خلا ناخد اكزامبل اخير اذا كان عندي فراكشن كان عم بقول لي for example solve the expression r of x negative where r of x is equal to minus x minus 7 over 2x plus 1 بهذا الشكل يعني انا بدي اشتغل هايدي r of x negative بدي اعمل table of sign وبقول له هي وين negative بس ما في داعي يقول له كل الاشارات او خلينا ناخدها كمان greater than or equal to zero كمان نفس الشيء اول rule solve the expression equal to zero يعني بدي حل هايدي r of x equal to zero يعني minus x minus 7 over 2x plus 1 is equal to zero ولكن كيف من حل اي اكسبراشن عشكل fraction is equal to zero لحل هايدي equal to zero بدي اقول انه اللي فوق equal zero يعني minus x equal 7 which is x equal minus 7 وبدي اقول انه اللي تحت مش equal zero اذا بكتب equal zero غلط لانه احنا بنعرف انه بالدنومينايتر ممنوع يكون في سافع فما فيني اقول انه هيدا equal to zero فبشتغل نفس الحال انه بحطه different from zero يعني بهذا الشكل فاذا 2x does not equal minus 1 يعني x does not equal minus 1 over 2 فاذا الفارق بين الاكسبراشن العادية والفراكشن هي انه بس الرقم الموجود بالدنومينايتر بس اللي بالدنومينايتر بحطه does not equal بس هيدا اول فارق هلا بنشوف شو الفارق بالتابل افصان اذا بدنا نعمل هلا التابل افصان فاذا هيدا الاكس خط بالطول خط بالعرض الارقام from minus infinity till plus infinity كيد الانفينيتي بدي تكون ضابطا بيني معنى هم مثل ال8 هاي انفينيتي الاكسبراشن اللي عندي هون همه minus x minus 7 and 2x plus 1 بهذا الشكل واخر الاكسبراشن هي الر of x اللي هي هيدا الاكسبراشن اسمي هيدا الاكسبراشن ولكن بما انه نحنا عم نحكي صحيح بس ادرب الاشارات كأنني عم بقصومها نفس اشيح الروتس اللي عندي هنه مينس 7 والمينس 1 over 2 اكيد بدي رتبن ان يعني بدي حط الاصغر بالاول مينس 7 بعدين مينس 1 over 2 او اذا بتكون اللي هي مينس 0.5 اول اكسبراشن سفرت على المينس 7 يعني بهذا الشكل تاني اكسبراشن سفرت على المينس هاف بهذا الشكل هلأ follow the rule opposite same اشارة الاكس هون هي مينس فاذا اذا مينس يعني مينس مينس 1 over 2 اشارة اشارة التو اكس اللي هي عندها اعلى دقري هي بلس فاذا مينس مينس اللي هي قبل الروت هيكون opposite وبعد الروت هيكون same يعني بلس مينس وهلأ ما علي الا انه اضرب الاشارات plus times minus هي مينس وهون بلس وهون مينس وبنزل هاو ده 0 ولكن انا انتبه لشكل على المينس 7 لحتصفر هادي الاكسبراشن ولكن على المينس 1 over 2 نحن هون قايلين انه الاكس ممنوع تقول مينس 1 over 2 لانه اذا كانت مينس 1 over 2 هيصير في عندي 0 وهذا الشي خطأ فادع بالمات هذا الشي منه موجود عشان هيك على المينس 1 over 2 على ميلة الار اف اكس منحط هادي الاشارة يعني الاكس ممنوع تكون مينس 1 over 2 فيها تكون مينس 1 over 2 بهادي الحالي بس انما عند الار اف اكس هدا الشي ممنوع عشان هيك نرمز بهادي الاشارة اللي هي خطين منشطبهم طيب بهذا السؤال كان عم بقول لي وين الار اف اكس negative وين نيجاتف نيجاتف هان وهان فاذا اللي حقول له هي نيجاتف 4 اكس بلان فرام مينس انفينيتي لعند مينس 7 والمينس 7 داخلي لانه عم قول لي less than or equal ولكن مفصولين فاذا بدي اقول ليونيهم فرام مينس هاف تل plus infinity ولكن المينس هاف ما فيني اخدها حيكون اقبنا عليها لانه مثل ما شفين على المينس هاف عندي هون مأكس عليها ما بقدر اخدها لانه موجودة بالدنوميناتر فاذا الفارق بين الفراكشن والإكسبراشن عادية هي بس قصة اني بشطي عمالته بالدنوميناتر بهذا الشكل اشتركوا في القناة